اشتركوا في القناة مما يحتم على المخرج الصهر على إعداد العرض وإدارة الممثل في الخطوة الأولى على المخرج اختيار الممثل المناسب لدور معين ففي هذه المرحلة يلتجأ المخرج إلى إجراء كاستينغ لاختيار الممثل المناسب حيث يطلب من كل ممثل تأدية جمل مسرحية بمواقف متعددة ويرى حينها إن كان الممثل يحتوي على خامة يمكن أن تتطور لإنجاز دور محدد بالخطوة الثانية يتولى المخرج قيادة التدريبات لتدريب الممثلين على أساليب وقواعد كل من الأداء الصوتي والحركي وذلك من خلال إنجاز تمارين الإحناء والاسترخاء والتركيز وكذلك تمارين التنفس والصوفت وتمارين لتحسين مخارج الحروف بالخطوة الثالثة والأخيرة يتولى المخرج قيادة البروفات ويقصد بها تدريب الممثلين على كيفية أداء أدوارهم في العمل المصرحي بصورة تتناسب مع الشخصية التي سيقدمها كل واحد منهم بنيت العلاقة الوطيذة التي تجمع الممثل بالمخرج على أسس طربوية وفنية ففي الجانب الطربوي يقوم المخرج بقيادة الفريق بكل حزم وصرامة لكي يعمى الانضباط والاحترام بين الممثلين كما يزرع بينهم روح التعاون وحسن التعامل ويعزي الثقة بأنفسهم ويرفع معنوياتهم ويخفف من حدة تواثرهم خاصة مع اقتراب العرض وفي الجانب الفني يتولى المخرج تهيئ الممثلين جسدياً وصوتياً وذهنياً كما يساعدهم على تطوير مستواهم العلمي والنظري إن العمل الطربوي والفني للممثل يعتبر من الركائز الأساسية لنجاح الممثل بصورة خاصة والعمل المصرح بصورة عامة وبفضل هذا الإعداد يستطيع الممثل تأدية وظيفته بصورة صحيحة وبالتالي تحويل النص إلى لغة جسدية خالقاً بذلك في آن واحد المتعة والفائدة لدى المتفرج موسيقى اشتركوا في القناة